العصى والجزرة سياسة انتهجت الحكومة منذ أول يوم للتظاهرات في محاولة لمواجهتها والقضاء عليها ظهر ذلك جليا من خلال الفتك بالمتظاهرين وإيقاع أعداد كبيرة منهم ضحايا لرصاص ميليشياتها وأجهزتها الأمنية بالتزامن مع وعود بالإصلاح ومحاربة الفساد بينما صمت الآذان تماما عن الشعار الأكثر دويا في التظاهرات والمتعلق بإسقاط النظام الفاسد واستعادة الوطن المسلوب وعلى الرغم من طرح حكومة عادل عبد المهدي نظرية المؤامرة عند حديثها عن سبب اندلاع التظاهرات إلا أنها اضطرت تحت وقع ثبات المتظاهرين إلى الاعتراف ضمنا بحقهم عبر قرارات جديدة حاولت من خلالها امتصاص غضب المحتجين فقد أصدرت حزمة إجراءات ثانية وعاجلة مؤلفة من 13 بندا إضافة إلى وعود بإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم في الأيام الماضية وبعد أن قتلت القتيل لم تخجل من أن تمشي في جنازته فأعلنت الحداد ثلاثة أيام حفلة الإصلاحات هذه ما كان لها أن تكتمل دون مشاركة مجلس النواب حيث أرغمت التظاهرات القوى السياسية على القبول بقرارات وخطوات لم تكن لتقبل بها من قبل كالتصويت على إلغاء مكاتب المفتشين العامين وتجميد عمل مجالس المحافظات وقراءة مشروع قانون الكسب غير البشروع إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة تمثلت باستبداد القوات التي اصطدمت مع المتظاهرين بقوات أخرى مع الإبقاء على كثافة الانتشار نفسها لكن عودة الهدوء الذي تتحدث عنه لم يمنع المتظاهرين من الخروج مجددا هذه المرة أمام مقرين لميليشيات الحجد في شارع فلسطين ومنطقة الجادرية مرددين هتافات تتهم قياداتها بالفساد وتحملها مسؤولية المجازر التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت أيضا للاحتشاد يوم الجمعة في ساحة التحرير والمحافظات الأخرى في جمعة الوفاء لدماء الشهداء والتي عدتها صرخة لإحياء الأمل في نفوس الشعب وتوحيد الصفوف تحت كلمة واحدة ضد الفاسدين والقتله وأكدت اللجنة أن المشاركة في تظاهرات الجمعة ستثبت للحكومة وساسة المنطقة الخضراء أن الثورة مستمرة وهي ليست هبة وانطفأت ولا تظاهرة عابرة وانتهت أو حتى اعتصاما مؤقتا وفض في ظل مزاعم توفير الخدمات التي جاءت لتظليل الرأي العالمي مؤكدة أن الشباب الثائر أثبتوا للعالم بأنها ثورة وانتفاضة لن تنتهي إلا بعد طرد الفاسدين ومن يقف خلفهم